هي أبدأ مما بدأت به الحلقة وهو فكرة لانحياز الغربي اللي بدأ واضحاً واللي بدأ هائلاً في الموقف تجاه ما حدث يوم 7 أكتوبر وبما ذلك من تداعيات بقى حتى الآن نشادها حتى الآن وعلى قمة هذا الموقف أمريكا فهل ترى جديداً هل ترى مكثفاً أكثر من قبل ولل ترى معلناً بشكل أوضح وأشد قوة من قبل ولا ترى ده سياقات الانحيازات الطبيعية خلال فترة الفترة يعني خليني برضو أستخدم بقى العلوم السياسية والمنهج العلمي لمحاولة تفكيك هذه الظاهرة بهدف التفسير طبعاً مشاعرنا ووجدنا وعقولنا مع الشعب الفلسطين لكن بنحاول نفسر عشان نفهم ونشوف نتعامل مع هذه الوضعية إزاي بالتأكيد انحياز غربي حكومي إعلامي من اليوم الأول السبب فيه يمكن التعبير اللي بيتقال كده باللغة الإنجليزية أو الانطباع تدوم الانطباع الأول هو هجوم حماس على تجمعات من المدنيين مواطنين أطفال حفلات كلام دي الصورة اللي تصدرت وسائل الإعلام الغربية يوم 7 أكتوبر طبعاً الشطارة بقى إزاي تؤطر هذا اللي بيسموه حضاركو في الإعلام الفريمينج فتم في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد تقطير ما حدث بأنه 11 سبتمبر إسرائيل بالعكس لما عملوا حسابات لعدد السكان بتوع إسرائيل والضحايا مقارنة بضحايا الولايات المتحدة قالوا لا نسبة قالوا لا ده ضحايا الإسرائيليين أكثر كثيراً نسبة أكبر نسبة أكبر طيب 11 سبتمبر لما خصل بالنسبة للأمريكان خلاص غاب صوت العقل ما ينفعش تيجي تقوله بقى العمل والأحداث دي عشان الظلم والقضية الفلسطينية والسياسة الأمريكية هو عنده حدث معين يعني بيتعامل معه بمشاعره ولا يريد أن يرجع للوراء فهو 7 أكتوبر هو البداية وتجمد هذا الأمر عند 7 أكتوبر لفترة من الزمن ماذا يعني 11 سبتمبر 11 سبتمبر يعني الانتقام يعني لا حديث الآن عن وقف لإطلاق النار ما فيش حاجة اسمها اعتبارات إنسانية الآن فدي طبعا دي اللقطة الأولى اللي دامت لفترة ساهم أيضا في اللقطة دي إنه اللي قام بالهجمات دي حماس مش انتفاضة في الضفة الغربية حماس مو صنفة في كافة الدول الغربية بأنها جماعة إرهابية يضاف لذلك كل بقى اللي عايز يستطفل مية العكرة ويقول إن القضية الفلسطينية دي قضية إرهابية فراح قايل بأنه حماس فلسطينيين هما العضية الفلسطينية هي العضية الإرهابية النقطة التالتة الحقيقة برضو ناخدها في الاعتبار إن عدد كبير جدا من الحكومات الغربية الآن هي حكومات يمينية تمثل اليمين سواء محافظين في بريطانيا فرنسا يمين الوسط وهو يعني العناصر الأساسية للسياسة اليمين عشان بالضبط اليمين يعني عنده تخوفات كبرى من فكرة الإسلام والمسلمين والإرهاب وجزء من يعني صعوده قائم على فكرة التخويف من الإسلام والمسلمين يعني تصادف أو ربما بشكل مخطط في الفترة ما بعد يعني 7 أكتوبر حدث هجمات برضو إرهابية على مواطنين في بلجيكا وفي فرنسا فتم الربط ما بين اللي حصل في غزة واللي حصل في فرنسا وبدأت بعض الصحف اليمينية والمجلات اليمينية تعيد الحديث عن أنها حرب أديان وحرب حضرات والحق الغرب وإسرائيل هي بتمثل خالد شبه أمين الشرطة اللي عندنا اللي قاتل تنسيح إسرائيل خالد من هذا النوع آه بالضبط أحداث بس أحداث فردية قاتل المدرس بالضبط لكن اليمين يعني شعللها وربطها بما يحدث في غزة ففي يمين وفي قوة زي في الولايات المتحدة مثلا قوة لبرالية زي الحزب الديموقراطي بتخشى من اليمين وبتخشى أنه اليمين يستفيد من هذه الفرصة انتخابيا فعامت على عومه كده زي ما بنقول لأنه عندها أيضا اختبارات انتخابية طبعا يضاف إلى ذلك الحساسية الغربية فيما يتعلق بموضوع اليهود لأنه برضو تم تأطير هذا الموضوع من البداية على أنه اعتداء على اليهود وليس على مواطنين بينتموا لدولة اسمها إسرائيل فنتنياهو طلع يقول ده أكبر هجوم على اليهود منذ الهولوكوست طب الهولوكوست ده هو حصل الهولوكوست ده في ألمانيا وقصة تانية خالص لكن يعني حطها في إطار اليهود كي يعني يستميل عودة الزنب اللي بدأت تطلع